نعمل في السياسة ويجب أن لا تغيب عنا الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبق فهذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة جمال عبد الناصر الذي رحل بجسده عن علامنا في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 سيظل خالداً لمواقفه الاستثنائية في التاريخ زعيم أعاد الوطن لأبنائه وأصبحت إنجازاته الداخلية ومواقفه العروبية ومساندته لحركات التحرر علامات بارزة في سجل قائد لن يمحى من زاكرة التاريخ ولد عبد الناصر في الخامس عشر من يناير من عام 1918 في الإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط وحصل على شهادة البكالوريا في عام 1937 كان الزعيم الراحل عاشقاً للحياة السياسية وتخرج في الكلية الحربية في عام 1938 ليعين ضابطاً بسلاح المشافي أسيوط ثم مدرساً بالكلية الحربية قبل أن يلتحق بكلية أركان حرب ويعين بها مدرساً شارك عبد الناصر في حرب فلسطين كما أسس حركة الضباط الأحرار التي على إسرها تقدمت الصفوف للتغيير فكانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 وفي عام 1954 أصبح عبد الناصر رئيساً للوزراء ووقع مع بريطانيا اتفاقية لجلاء الاحتلال عن مصر ولعب دوراً هاماً في مؤتمر باندوك في عام 1955 حيث انطلقت دعوة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وفي الثالث والعشرين من يوليو من عام 1956 أجرى استفتاءاً على الدستور الجديد وعلى انتخابه رئيساً للجمهورية ليؤمم قناة السويس في الثالث والعشرين من يوليو من عام 1956 سجل حافل بالإنجازات التي حفرت باسم الزعيم إصلاح زراعي وصناعات وطنية وتعليم أصبح بالمجان وسد بني بسواعد أبناء الوطن لم يكتفي بذلك بل أصبح الزعيم قصيدة يترنم بها العرب والعجم فشارك في تأسيس حركة عدم الانحياز وسند القضايا العربية في المحافل الدولية وأعلن على الملأ قولاً وفعلاً دعمه لحركات التحرر الوطني وفتحت مصر أبوابها لأبناء القارة الصمراء ورغم تعرض مصر في عهده لكبوة عارضة إبان حرب عام 1967 إلا أنه أعاد ترتيب الصفوف فكانت حرب الاستنزاف العظيمة ليواصل ناصر كفاحه وعطاءه لآخر لحظات حياته فبعد اختتام القمة العربية توقف نبض قلب ناصر عن الخفقان ليرحل مشيعاً في مشهد مهيب كان شعاره الوداع يا جمال يا حبيب الملايين أبداً ليس وداعاً يعني أنت بتكلم على راجل الناس غمت له ناصر ناصر يا حرية ناصر ناصر يا وطنية مفيش وداعة يعني وأنا بقول الكلام ده وأنا دايما بقول لجماعة أنا مش ناصري لكن لا أملك إلا خد بالك حب واحترام وتقدير خالد الزكر جمال عبد الناصر انت عارف يعني إيه رجل عند وفاته في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر يمشي في جنازته أكتر من 6 مليون بني آدم انت عارف أن جنازة جمال عبد الناصر حتى اللحظة اللي احنا فيها هي أكبر جنازة من حيث العدد في التاريخ بكل اللي انت شفته في وقت الملكة إليزبث الله يرحمها عبد الناصر أكتر طيب أزيدك من الشعر بيت هو تعداد مصري كان كام تقريبا كنا 30 مليون فأنت بتتكلم في 20% من الشعب المصري خرج يودع الزعيم يودع ناصر جمال عبد الناصر ما كانش بس رئيس ما كانش بس زعيم ما كانش بس قائد ما كانش بس جمال عبد الناصر كان حالة مختلفة تماما لنتعرف بعد ما قامت ثورة 52 اللي عملها الزباط الأحرار فإنه في نفس ذات السنة جمال عبد الناصر بإيده يوزع بطاقة الحيازة بتاعت الملكيات الزراعية على أهلين الفلاحين والمزرعين الغلابة تخيل إنه عبد الناصر عشان كده هو ناصر يا حرية فيعملك الجلاء ساعة 54 ناصر يا وطنية فيأمم القناة في 56 ناصر هو اللي بنى المبنى اللي احنا فيه ده ما سبيرو اتحاد الإذاعة والتليفزيون العربي كان اسمه كده زمان التليفزيون العربي صوت جلال بيم عوض الله يرحمه يا رب خد بالك ناصر هو اللي حط حجر الأساس بتاع السد العالي ووقف وعمل حجر الأساس ده ويفتتح السد بعد وفاة ناصر الجمال عبد الناصر ده حاجة كبيرة قوي الجامعة الماركسيين اللي زي حالاتي في جانب منهم ما لهم شوف ناصر قوي وفي جانب تاني زي حالاتنا بنحبه يعني أنا تربية مجموعة من الماركسيين على رأسهم الله يرحمه يا رب الأستاذ مصطفى طيبة ده أبويا الروحي ده اللي علمني أو بالتعبير بتاعنا بتاع زماني أقول لك ده اللي بالشفني يعني وكان مسجون أهيام جمال عبد الناصر بس خد بالك بقى من اللقطة دي ومذكرات مصطفى طيبة موجودة تشهد يعني اسمها رسائل خد بالك رسائل سجين سياسي إلى حبيبته والحبيبة هنا هي مصر شوف هو بيتكلم على ناصر إزاي وهو في السجن وشوف إزاي هم كمناضلين بعتوا لناصر وهم في السجن يطلبوا منه الإفراج المؤقت للمشاركة للمشاركة في 56 كمتطوعين وفدائيين ومعندهمش مشكلة لو هو عاوز بعد كده يرجعهم السجن مش أزمة أنا تعلمت من مصطفى طيبة الله يرحمه إزاي أحب واحترم ناصر حتى لو أنا مش مقتنع بالأفكار الايديولوجيا الناصرية يعني لدرجة إنه مصطفى طيبة يكتب مؤلف كامل عن الناصرية الجديدة خد بالك عبد الناصر تاني وطبعا ما يحفظ اللقب والمحبة والتوقير والتبجيل والإحترام أوي يعني حتى وإحنا بنختلف مش هذا اللي اختلف مع جمال عبد الناصر يعني نختلف مع الأفكار أو تعطيها أو تناولها أو القبل تقعد تفكر إزاي الراجل دا عايش 52 سنة بعد وفاته عايش في أزهان شبان أبهاتهم ما شفوش جمال يعني أنا مثلا ما شفتش جمال عبد الناصر أنا موليد 75 فإزاي ولادي بيحبوا عبد الناصر لأنا شفته ولا هم ما شفوه دا شيء غريب جدا دي حالة في بعض يترجمها ويظنها أنها حالة ستينية يترجمها ويظنها